ده فيما يتعلق بالأخبار المفرحة الخبر اللي جاي مش قوي يعني احنا على مدار الأيام اللي فاتت كلنا كنا بتابع مع حضراتكم مشوار طبعا منتخب مصر للكرة السلة في كأس العالم مبارح للأسف الشديد خسر المنتخب من نيوزيلندا بنتيجة 86 88 في تاني مبارياته في منافسات تحديد المراكز وخطف بطاقة يعني طبعا وخطف بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 20-24 ويعني تبقى فرصة من أجل تأهلوا للأولمبياد وطبعا من خلال ملحق التصفيات العالمي المؤهل للأولمبياد على العموم احنا يعني نقدر نقول ان احنا كنا إلى حد ما قريبين من تحقيق مكسب غالي جدا نقدر نوصل من خلاله لدورة الألعاب الأولمبية ونحسم الأمور من بدري عشان كلنا نهدى ونستريح يعني عملنا مباراة متكافأة إلى حد كبير مع المنتخب النيوزيلندي لكن نأمل من المدرب الكندي في الفترة اللي جاي ان شاء الله يكون الوضع أفضل من كده وافضل من كده بكتير لان احنا محتاجين جدا لفكرة التأهل او لتسكرة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية مش هنرجع ونعيد ونزيد في الأخطاء اللي كلنا كان علينا يعني عندنا لها تحفظات كتير على الحقيقة تحديدا في أول ماتشين واللي بسببهم طبعا خسرنا الماتشين دول لكن خلينا نقول ان اللي جاي ان شاء الله هيكون أحسن وبإذن الله نتأهل لدورة باريس مع الأخذ في الاعتبار ان احنا وكرام ده بشكل عام لما نلاقي اي مشكلة في اي ملفات لازم نقف عندها ولا ايه لحل وإلا ما نرجعش نشتكي بعد كده يمكن اتكلمنا في الموضوع ده كريم في الحلقات اللي فاتت كان كنا متوقعين ان المنتخب يخسر قمام المكسيك ولكن الحقيقة هو يعني حقق عكس ذلك وحقق فوز كان قوي وبفرق بوينت كبير مبارح كان الفوز يمكن صعب حتى المنتخب نيوزلندي فاز على المنتخب المصري فوز صعب يمكن تو بوينت مش فرق كبير ابدا ولكن خلينا نقول اتفق معاك يا كريم انه اكيد الفترة اللي جاية محتاجين انه يكون فيه وقفة في فكرة طبعا هذه المنافسات وهذه البطولات وتحديدا من الاجهزة الفنية الخاصة طبعا بفرق السلة وتحديدا المنتخب الوطني اكيد يعني يمكن الخسارة مبارح يعني هتبقى وقفة مع المنتخب علشان يحصل جديد بقى في اللي جاي من ناحية وقفة لان احنا الامانة مكناش متعشمين قوي احنا داخلين البطولة دي نحنا نلعب على المراكز من السبعتاشر للسبعة وعشرين يعني مش ده قمة طموحنا انت فاهم ازاي فلازم الوضع ده يتغير ان شاء الله عن قريب بإذن الله عندنا بقى منافسات مهمة جدا لمنتخب برفع الأثقال هتبدأ من بقر ان شاء الله في بطولة العالم بالسعودية واللي هتستمر حتى يوم سبعتاشر سبتمبر الجاري للمنافسات دي بنقول ان هي مهمة لانها بتأهل لأولمبياد باريس طبعا عشرين اربعة وعشرين وكلنا عارفين اننا متفوقين جدا في هذه الرياضة ويمكن يعني على مدار كمان الحلقات اللي فاتت ويمكن في هذا البرنامج تحديدا بيتم دايما استضافة كل يعني الابطال في هذه الرياضة ولولا ازمة المنشطات اللي حرمتنا من المشاركة في توكيو كان زمان معنا يعني اجمالي ما لا يقل عن سبع او تمام ميداليات مش ستة فقط المهمة بقى يمكن عندنا مجموعة مميزة جدا من اللاعبين ومنهم محمود حسني وعايز اقول لكم علومة محمود ده يمكن من المشروع القومي للموهبة اللي الدولة مهتمة به جدا وحصد قبل كده تلت ذهبيات عالم وصدفناه يمكن في برنامج عشر صبح في الاهلي يمكن انا وثقة جدا انه هيكون اول المتأهلين لباريس عشرين اربعة وعشرين طبعا يعني بجانب محمود كمان عندنا كريم كحلى ونعمة سعيد ومازن اسامة وكمان حليمة عبد العظيم وعبد الرحمن محمد يمكن المنافسات دي مختلفة بحسب الفئة والوزن كل التوفيق للعابين واثقين فيكو جدا وفي تأهلكو لأولمبياد باريس عشرين اربعة وعشرين تعالوا بقى حضراتنا روح لموضوع مختلف أبطالنا البراليمبيين يعني بعثتنا بعثة أبطالنا البراليمبيين وصلت غانا بالفعل وطبعا للمشاركة في دورة الألعاب الافريقية اللي بنشارك فيها بتلت ألعاب لزوي الإعاقات المختلفة بعدد واحد واربعين فرض بيمثلوا تلت ألعاب هي كرة السلة على الكراسي كرة القدم للمبطورين وأيضا التنس الأرضي احنا الحقيقة دايما لما بتيجي سيرة أبطالنا البراليمبيين ما بيكونش مستنين منهم غير المعتاد منهم دايما بيكونوا منتظرين من أبطال مصر البراليمبيين انهم يحققوا إنجازات كبيرة لانهم اللي عودون على كده وشفنا ده على مدار الفترة الأخيرة ولو حضراتكم متابعوا برنامجنا باستمرار أكيد خدتوا بالكم أن احنا بصفة دايما بنستضيف دايما أبطالنا البراليمبيين والحقيقة ما فيش واحد ولا واحدة منهم ما كانش معاق دهبية واثنين وثلاثة عشان كده احنا واثقين كل الثقة إن شاء الله بأسلتنا البراليمبية هترجع محملة بالميداليات المتنوعة وحيكون لنا طبعا إن شاء الله وقفة بقى معهم ونستعرض مع حضراتكم وقتها إن شاء الله كل النجاحات اللي هم حققواها بإذن الله